اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت فقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وديت ولا يعز من هديت تباركت ربنا وتعليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وبعثت فينا أفضل رسولك وشرعت لنا أفضل شرائعك فلك الحمد على تتابع إحسانك وتراد في امتنانك من تيسير شهر رمضان وصيامه وقيامه وتلاوة كتابك العزيز اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وبه مصدقين معتبرين ولأوامره ونواهيه خاضعين اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة اللهم اشرح به صدورنا ونور به أبصارنا اللهم اشرح به صدورنا ونور به أبصارنا وأطلق به ألسنتنا وفرج به همومنا اللهم بتلاوتنا للقرآن لا تدع لنا أي ذنب نوع الصياد واغفر لنا ما كان في تلاوته من خطع نون سياد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات دليلا اللهم ارزقنا تلاوته آداء الذيل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم الذي ليس شيء عظم منه من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ومن شر ما ينزر من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها ونعوذ بك اللهم من الكسل والهرم وسوء الكبر ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين نهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم نسألك فواتح الخير وخواتمة وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب لا تقبل لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر اشتركوا في القناة